شعر سكان الكويت بهزة أرضية خفيفة لم تحدث أي خسائر وهي ناتجة عن زلزال ضرب غربي إيران بقوة 5.9 درجات على مقياس رختر هذا الزلزال حمود وقع في منطقة تبعد عن الكويت مسافة أكثر من 260 كم فيما وصل تأثيره إلى عمق 10 كم داخل إيران هذا بحسب ما أعلنت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية نتابع مشاهدين هذا الموضوع وأيضا تداعياته ومعنا ينضم إلينا من الكويت المشرف على الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية دكتور عبدالله العنزي دكتور عبدالله مساء الخير وأهلا بك معنا ضيفا بنشة تاسعة يعني بداية لو تطلعنا كيف قيمت الشبكة الوطنية لرصد الزلازل هذا الزلزال الذي ضرب اليوم حياكم الله ومساء الخير طبعا اللي حدث مثل ما تفضلتي في الساعة العاشرة صباحا بتوقيت دولة الكويت هذا الزلزال قوة خمسة وتسعة من عشرة على مقياس الاختر غرب إيران ويبعد الزلزال هذا عن الكويت تقريبا 265 كم وهي مسافة قريبة لذا شعر فيه الكثير من المواطنين خصوصا المواطنين اللي هم في المناطق الساحلية واللي ساكنين في الأبراج السكنية أو اللي يعملون في الأبراج تجارية واللي حدث طبعا هناك اتصار في اهتزاز للمباني وصاب المواطنين طبعا بالخوف والهلاء نتيجة اهتزاز هذه المباني لكن لم يحدث أي أضرار مادية أو أضرار بشرية ناتج هذا الزلزال طبعا الزلزال هذا حدث توابع له الزلزال كان قوته خمسة واثنين من عشرة والزلزال الآخر قوته أربعة وستة من عشرة إلا هذا لم يشعر فيه المواطنين بين الزلزالين الزلزال التابع لم يشعر فيه طيب المنطقة التي أو الجبال التي تعرضت للزلزال في إيران هل تعتبر منطقة نشطة ننتظر؟ طبعا منطقة جبال الزلزال تعتبر من أنشط المناطق في حدوث الزلازل فدائما تحدث فيها الزلازل قوية قد تصل إلى سبعة وتصل إلى ثمانية طبعا في قبل عام حدث في جبال الزلزال قوته سبعة واثنين من عشرة على الحدود الإيرانية العراقية وقد شعر المواطنين في الكويت بهذا الزلزال وتأثروا بهذا الزلزال من خلال اهتزاز المباني خصوصا النبراج العالية في دولة الكويت طب دكتور عبدالله هل نتحدث اليوم أو هل نحن أمام مخاوف حقيقية بعودة زلازل لهذه المنطقة وعلى أي مقياس يمكن أن تعود؟ طبعا في منطقة زلازل الزلازل تحدث سواء كان زلازل ضعيفة أو متوسطة أو قوية يعني هذه المنطقة نشطة زلزالية منذ آلاف سنين لكن تأثيرها طبعا نحن نتكلم تأثيرها على دول الخليج تأثير محدود جدا نحن قمنا دراسات بتقييم المخاطر الزلزالية على دوت الكويت لذلك وجدنا أن تأثيرها محدود جدا مجرد اهتزاز المباني لكن طبعا إذا كان الزلازل قريبة من المناطق في إيران أو في العراق قد يكون لها تأثير مجمر لكن على دول الخليج تأثيرها محدود جدا طب أنتم بشبكة الوطنية أي نصائح تعطون في حال تكرار مثل هذا الزلازل أو خصوصا للسكان في المناطق المحددة التي يشعرون بها بشكل أكبر من غيرهم؟ طبعا ننصح المواطنين عدم الخوف والهلاء أثناء حدوث الزلازل لأن قد تكون الأضرار نتيجة الهلاء والخوف أكثر من الزلزال قد تكون أضرار أكثر من الزلزال نفسه فننصح المواطنين أن يكونوا مطمئنين لا يكون هناك خوف لا يكون هناك تدافع يعني يجب أن يكون هناك خطة للإخلاق المباني سواء كان من أصحاب المباني أو المؤسسات الدولة نعم وهل من فرق أو لجان جاهزة للقيام بهذا العمل في حالات الطوارئ يعني رسمها حالها بالطبع؟ طبعا عندنا في الكويت في عندنا إدارة الدفاع المدني لديها خطة الطوارئ وخطة هذه قامت بالتنسيق مع جميع جهات الدولة وبتعاون مع الكويت الضحاف المياه لا قد الله إذا صار في زلزال نحن نبلغ الجهات المعنية بالدولة بالزلزال هذا وبالتالي الجهات المعنية مثل الدفاع المدني تقوم في تبليغ المواطنين بالزلزال هذا ولا قد الله إذا صار في أي حادثة وهذا يقومون يستجبون للحادثة على نتيجة الزلزال إذن دكتور عبدالله العنزي المشرف على الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للبحاث العلمية شكرا لك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة